بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العلي العظيم السلام على الحسين وأهل بيته وصحبه والسلام على الأرض التي حل بها وخلده التاريخ بما قاتل من أجله على ترابها السلام على الحسين ومبادئه وعلى رسالة جده المصطفى النبي العظم صلى الله عليه وآله وسلم التي حملها بلا وجل أو خوف ومضى بها إلى نهاية حياته وبداية خلوده سيدا للشهداء وحيا يرزق عند الله قليلة هي المواقف التاريخية التي يتحول فيها الرجال إلى قضية وتتحول فيها القرارات الشجاعة المفصلية إلى مثل عليا يعظمها الناس عبر الزمان لقد نهض الحسين في وقت تدهورت فيه أوضاع الأمة وتعرض فيه أصل الرسالة المحمدية إلى محاولة للتشويه وشح فيه قول الحق وتعرض الناس للإخضاع بالسيف أو بالمال واستبيحت الأموال العامة لصالح أصبة ظالمة لا ترى مصيرها وشرعة القوى التي حاربتها الرسالة المحمدية في محاولة لخطفها وإعادة فرض البفاهيم المنحرفة مثل ما سعت إلى محو جوهر أفكار المساواة وحقوق الناس ومبادئ العدالة التي حملها النبي صلوات الله وسلامه عليه وآله في مثل هذه الأحوال والظروف العصيبة صدح أبو عبد الله بالرفض والإباء مستعيداً الثوابت التي قامت عليها الأمة الإسلامية وميز بقلب مؤمن معتقد الظلم فقال قولته التي بضت منهجاً وعلماً هيهات من الذلة من هنا انبثقت أهمية الإصلاح الذي جاء به الحسين عليه السلام إصلاحاً يميز المسار ويشخصه ويستدل عليه بهدى الرسالة السمحاء لا بهوى النفس وألاعب السياسة إصلاح ترك فينا إلى يومنا هذا نبعاً من القيم العليا والذخيرة التي تعين كل متصد للفساد وتسند كل ساعة لترسيخ العدالة الاجتماعية أيًا كانت ساحة فعله ليس كالحسين عليه السلام حصن أو دليل نستدل به على صواب المنهج أو صلاح المسلك أقول لم تترك شخصية عبر التاريخ أثرها الثوري والإصلاحي في الأمة الإسلامية كما فعل ذكر الحسين عليه السلام وهذه واحدة من فضائل ما ورثناه من مثل ومثابات أخلاقية نقلت لنا جيلاً بعد جيل وكلما مر الزمان يحضر الحسين بقوة بيننا وكلما اشتدت الفوضى وتسيد خطاب التجهيل وخلط الحقائق عدنا لمواقف الحسين لتمنحنا ضوءاً صافياً يحمل هدى رسول الإنسانية بلا تزييف أو انحراف إذا كنا نشد العزم اليوم لمحاربة الفساد وردع الأياد السوداء عن أن تمتد إلى المال العام فإن الحسين حاضر بيننا لا محالة بهيبة قراره وسمو نفسه ووضوح مساره وإذا كنا نبحث اليوم عن أفضل وسيلة لخدمة شعبنا وحماية حقوقه ومحاربة مسببات الفقر وإصلاح مستقبل الأجيال الحاضرة والقادمة فإن الحسين حاضر بوصفه ركيزة ومنطلقاً لهذه المطامح إنها ليست أحلاماً مجردة طالما حضر الحسين فيها معياراً وميزاناً للقرار المستند إلى جدار الحق والصواب وإن كان لنا أن نسترشد بمنهج صالح في محاربة الانحرافات الفكرية والأخلاقية فلا منهج أفضل من منهج الحسين عليه السلام يمكن أن يكون منطلقاً وأساساً في مواجهة كل انحراف يجنح بالنفوس والمجتمعات عن طريق الحق والفطرة الإنسانية والهداية واحترام الآخر لقد حاربنا الإرهاب كعراقيين وقدمنا أثمن ما نملك من دماء أبنائنا وأخواننا لنرد الهجمة الوحشية عن البلاد التي تشرفت بالحسين جسداً وفكراً وكل شهيد احتضنته هذه الأرض تأسى بالحسين وكل جريح اختلط دمه بتراب المعركة حضر الحسين عند جرحه فالمبادئ واحدة ولا تتجزأ وهي ذات المبادئ التي تدفعنا إلى التمسك بطريق بناء الدولة والإصلاح وبسط معايير الحق والإنسانية والدستورية والعدالة الاجتماعية والعمل على ازدهار بلادنا عظم الله جور المستذكرين لشهادة الحسين وصحبه السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته